السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم الدول الجزائري فارس الشايبي مع فريق انتراك فرانكفورد ضد فريق باير مونيغ على مستوى قمة الدول الألماني قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سترككم جديد ونبدأ عبدالله في التفاصيل أكثر فارس شارك أساسي وقدم مستوى هائل في مباسة القمة في لقاء اليوم لعبه مبارا ممتزع وخرافيه على المستوى الهلومي وكان حاسيم في اللقاء حيث قدمت منها حاسيمة للهدف الرابع وكذلك سهم بشكل مباشر في الهدف الأول إحصائية خرافيه في اللقاء اليوم حيث سددت ثلاث تسديدات واحدة كانت على المرمى واحدة كانت خرج الإطار واحدة ارتطمت في القائم فيما صنع فرصة واحدة وكونت فرصة خطيرة وهي التمريل الحاسيمة التي قدمها في اللقاء دقة التمريل تصل إلى 68% أما لمس الكورام 40 مرة على المستوى الدفاعي التدخل التنجحة بنسبة 60% كسب التحامة الأرضية بنسبة 5% وكسب التحامة الهوائية بنسبة 5% على العموم ما قدمه فرصة في اللقاء اليوم شيء خرافيه في اللقاء القيمة حيث ان انتريك فرانكفولت عرف كيف يفز على البيار مع تألق فاريس وكذلك مرموش والعدي من العناصر في الفريق الألماني انتريك فرانكفولت مبارك كبيرا كذلك فاريس الشيبي قدم مستوهائل وظهر بصورة ممتازة وكان من نجوم اللقاء للأمناء اشتركوا في القناة لا تنسى الاشتراك وللقاء